السلام عليكم شباب شخباركم أنا وعدتكم بمراجعة كاملة لهاتف نيكسس 6 وهالمرة بتكلم عننا بتفصيل أكبر وخلونا نبدأ الكلام عن مميزاته وعيوبه والأشياء اللي تميزة عن طريق أننا نتكلم عن واحد من أهم الأشياء اللي تخليه مختلف عن البقية وهي حجم شاشته 6 إنش خلونا نتكلم أكثر شوفوا وين كنا مع الآيفون 5S والحين وين وصلنا الآيفون طبعا شاشة 4 إنش الHTC 1M8 اللي نزل بداية هذه السنة شاشة 5 إنش بالضبط والحين النيكسس 6 وشاشة 6 إنش يعني بعد ما كنا نتقبل هذه الأحجام فقط الآن صرنا نتقبل هذه الأحجام وصراحة وصلنا لمرحلة كبيرة جدا لكن خلونا نتكلم عن الHTC 1 نرضى بالأمر الواقع 6 إنش هل هو مريح بالاستخدام أو لا طبعا النيكسس 6 راح يكون كبير في الهد استخدامه بيد وحدة صعبة أنا بلي الله يعني صراحة شايلو بيد وحدة لكن لو أبي استخدمه بيد وحدة فأصبعي ما راح يوصل إلى أماكن بعيدة لكن تصميم الجهاز بسبب الحواف المنحنية اللي موجودة عندنا هنا يعني تحس إنها حواف نعمة ما عنا فيها يعني حدة شوي خفيفة لكن ما ترى لا قدرت تصممها بحيث إنها تخليها خفيفة جدا على اليد وما راح تحس بأنك متضايق وانت تحمل الجهاز طبعا الجهاز ما هو متساوي من الجوانب يعني نشوف إنه مقوس بهذا الشكل ومقوس بهذا الشكل لو حطيناه على طاولة على ظهره ما راح يثبت راح تلقونا أنه دائما يتحرك طبعا واحدة من الأشياء اللي أحطي على التصميم الحين مع الإضاءة اللي نازلة على ظهر الجهاز وتشوفونها هذا الجهاز أثار الأصابع طالع عليه بشكل واضح من وراء لذلك نوعية المادة اللي صنعت منها ظهر الجهاز تتقبل أثار الأصابع بشكل كبير وواجهة الجهاز مهب عيدة عنها شوفونا كيف أثار الأصابع عليها واضحة جدا من الأشياء اللي عجبتني كثيرا في التصميم رغم أنه عادي من ناحية فنية لكن لو تلاحظون في سماعتين سبيكر عندنا وبالتالي راح نحصل على صوت ممتاز طبعا إحنا جربنا من قبل HTC One M8 وقلنا لكم كيف السماعات حقتها ممتازة سماعات الموتوريلا اللي من جوجل طبعا نكسس 6 لا تقل جودة عن HTC One M8 بالعكس أنا شعرت أنها أفضل من HTC One M8 من ناحية جودة الصوت ومن ناحية قوة الصوت في الخلف نقدر نشوف عندنا كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل وفيها LED Flash 2 في القوس الزجاجي اللي نشوفها يحيط بالكاميرا من الخلف من تجربتنا إلى دقة الكاميرا لقينا أن الكاميرا تأخذ صور جيدة جدا يعني ما نقدر نقول أنها أفضل كاميرا موجودة لكن تطورت الكاميرا خصوصا بالأداء المعروف من أجهزة متوريلا كثيرا في هذا النكسس 6 طبعا الكاميرا الأمامية أشوف أن جودتها ممتازة أيضا وراح أعرض عليكم بعض اللقطات الحين من تصويرنا للفيديو وأيضا التصوير الثابت بالكاميرا الخلفية الرئيسية للهاتف طبعا لو بتكلم عن النظام فراح أطول كثير لأن أندرويد L يحمل معا تغييرات كبيرة جدا لكن باختصار شديد النظام أول تأثير رح تشوفه عليه الشكل الشكل صار أفضل بكثير بوجهة نظري جميل جدا التصميم الجديد اللي يستخدمونه للقونات فيها لمحة كرتونية أكثر رح تلاحظون أنه فيه أنيميشن كثير لو بفتح الفولدر هنا يطلع مثل الأنيميشن الجديد لكن وأيضا هنا لو بفتح الأبس يطلع لي أنيميشن جميل جدا طبعا اللي عجبني أكثر شيء أن الأنيميشن هذا مو على حساب الأداء الأنيميشن يشتغل بشكل سريع وسلس منطقة التنبيهات صرت مختلفة شوي لو ننزل هنا نزلة واحدة رح يطلع لنا ليس هناك أي إشعارات وين العددات السريعة لازم ننزل مرة ثانية رح تطلع لنا العددات السريعة ونقدر نعدل فيها من هنا ففيه تغييرات على التصميم على الشكل على طريقة الوصول طبعا أنا أفضل أني أقدم لكم مراجعة كاملة عن أندرويد L لكن أندرويد L بشكل مختصر هو أفضل إضافة تمت وأفضل تحديث لنظام الأندرويد من يوم ما طلع فعلا فعلا تغييرات كبيرة وحلوة ومؤثرة على النظام التشغيل ونتكلم هنا عن الأداء عندنا هنا معالج 40 نواة 2.7 وأيضا عندنا ثلاثة جيجابايت رام عندنا الشاشة دقتها 2560x1440 بيكسل كواد HD فعندنا نقدر نقول أن النيكسس يحمل أعلى مواصفات اللي موجودة في عالم أندرويد حاليا ويقدم أعلى شيء ممكن لذلك توقعوا أكيد مننا أداء سلس جدا وسريع مهما كان نوعية التطبيق اللي شغلتها ومهما حملت الجهاز من مهام أكيد الواحد يسأل نفسه مع كل اللي موجود على الأندرويد أو النيكسس 6 من مواصفات عالية ومنها مثلا أن الجهاز له شاشة دقتها كواد HD وعنده معالج سريع وعنده يعني الواحد يقول رح يصرف البطارية البطارية رح يكون أداءها سيئ أو يكون أداء البطارية ضعيف ورح تخلص معي قبل ما ينتهي اليوم بالنسبة لنا اللي نشوفه من الجهاز أن الأداء حق البطارية مقبول الجهاز قادر مع نهاية اليوم أنه يعطيك أداء ممتاز وممكن رح يبقى لك في نهاية اليوم 15% 20% من البطارية على حسب كثافة الأداء اللي بنتقدمه والضغط اللي تسويه على جهاز التطبيقات مشغل 3G مشغل 4G فهذه البطارية لا تتوقع منها أداء خرافي مع هذه المواصفات كلها هذا اللي رح تعطي كيام مع أن البطارية 3220 ميلي امبير وتعتبر مرتفعة مقارنة بجوالات كثيرة اللي نزلتها اليومين الحلو أنه متوريلا قدمت شارجر أو خاصية اسمها تيربو شارجينج للجهاز بحيث أن الجهاز قادر على أنه يشحن نفسه بسرعة كبيرة فإذا كنت مستعجلها بتشحن على السريع قبل ما تكمل باقي يومك أو في السيارة أو في أي مكان تقدر تسويها بسرعة عن طريق التيربو شارجينج يمكنني ما تكلمت كثير عن الشاشة الشاشة من نوع أموليد أداءها ممتاز جدا مش أفضل شاشة موجودة في السوق لكن من أفضل الشاشات يعني إذا بنتكلم من ناحية الرضاء أتوقع أنها شاشة ممتازة على الدقة العالية اللي فيها اللي بتقدمها لك خلال الاستخدام بشكل عام الجوال وبالمختصر المفيد جوال ممتاز جدا للي يبحث عنه يمكن الوصول له صعب لأنه يباع عن طريق متجر جوجل لكن بالنسبة لي شخصيا يعني صحيح أنه مواصفات عالية تصميمه بالنسبة لي عادي جدا ما أشوف فيه أي ميزة ما هو شيء اللي تحس أنك ماسكة كذا وتقول واو وش هذا الجهاز العنيق اللي في يدي كونه بعد يقبل أثار الأصابع في كل مكان بطاريته عادية أداءها الكاميرا جيدة جدا بس مو من أفضل الكاميرات ما أقارنها بكاميرات الآيفون أو كاميرات الغالكسي نوت 4 مثلا بشكل عام أحس أن ميزة الجهاز الرئيسية هي أندرويد أل لو تريد تروح الآن تأخذ الجهاز أخذها عشان أندرويد أل وتستمتع بنظام تشغيل جوجل بشكل الجديد بمزايا الجديدة لكن متأكد أنه أول ما يبدأ يوصل أندرويد أل للشركات الثانية راح يمديها تقدم جوالات أفضل من هذا مستقبلا أتمنى تكون المراجعة عجبتكم بشكل عام أنا أعطي الجهاز في تقييم موقع إلكتروني دوت نت ثمانية ونص من عشرة أشوفكم بإذن الله في فيديو قادم كان معاكم محمد المسيمي مع السلامة